بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في درس جديد من دروس مادة الأحياء بعنوان مراجعة الوحدة الثالثة الدرس الأول الناتح في البداية نتذكر سويا بعض النقاط التي درسناها في الدرس الأول في الوحدة الثالثة الأنسجة الوعائية هي الأنسجة المستخدمة في نقل السوائل إلى مسافات طويلة درسنا أن الخشب هو النسيج الوعائي المستخدم في نقل الماء والأملاح الذائبة وأيضا درسنا أن اللحاء هو النسيج الوعائي المستخدم في نقل الغذاء نسيج الخشب ينقل الماء والمعادن الذائبة من الجذور إلى السيقان والأوراق نسيج اللحاء ينقل المواد الذائبة في عصارة اللحاء بين الأوراق والجذور وأماكن التغزين سوق الحوذان لا تعيش طويلا ولذلك تحتوي على أنسجة أقل من الجذع الخشبي ينتشر الماء والمواد المذابة في الممر الخلوي الجماعي من خلية إلى أخرى عبر الروابط البلازمية ينتقل الماء والآيونات الذائبة عبر الممر الخارج خلوي وهو المنطقة التي توجد خارج الغشاء الخلوي تحفز طاقة ضوء الشمس الإلكترونات في الكولوروفيل فتمتلئ فجوات الخلايا الحارسة بالماء وتفتح الثغور بينما في الليل تفقد الخلايا الحارسة الماء وتنكمش وتترهل فتغلق الثغور أيضا درسنا ترتيب الحزم الوعائية في الجذور والسيقان والأوراق في الورقة ينتقل الماء في الخشب بالقرب من السطح العلوي بينما تتحرك عصارة اللحاء على طول الجانب السفلي وتترتب الحزم الوعائية في الساق بحيث تكون الحزم الوعائية حلقة مجاورة للبشرة ويكون نسيج الخشب بعيدا عن السطح وذلك للتقليل من فقدان الماء في الجذور يكون حزمة وعائية واحدة في مركز الجذر يظهر الخشب بداخلها على شكل نجمة والآن نبدأ بالأسئلة الموضوعية أي مما يلي يعتبر من مميزات النباتات ذوات الفلقتين عروق أوراقها متوازية عروق متفرعة في أوراقها الحزم الوعائية مبعثرة لها جذور ليفية أحسنتم نباتات ذوات الفلقتين عروق متفرعة في أوراقها أي مما يلي يصف الحزم الوعائية في أوراق نباتات ذوات الفلقتين يكون نسيج الخشب بعيدا عن السطح ينتقل الماء في الخشب بالقرب من السطح العلوي يظهر الخشب على شكل نجمة في المقطع العرضي الحزم الوعائية تشكل حلقة مجاورة للبشرة الحزم الوعائية في الأوراق أحسنتم ينتقل فيها الماء في الخشب بالقرب من السطح العلوي مما يتركب نسيج الخشب في النباتات ذوات الفلقتين أوعية خشبية وقصيبات برانشيم الخشب وقصيبات خلايا مرافقة وأوعية خشبية خلايا مرافقة وأنابيب غربالية أحسنتم يتركب الخشب من أوعية خشبية وقصيبات أي مما يلي يعبر عن الحزم الوعائية في الشكل المقابل الشكل المقابل يشير إلى الحزم الوعائية في الساق هل يكون نسيج الخشب بعيدا عن السطح؟ ينتقل الماء في الخشب بالقرب من السطح العلوي يظهر الخشب على شكل نجمة في المقطع العرضي الحزم الوعائية تشكل حلقة مركزية واحدة إذن الاختيار يكون أحسنتم ألف نسيج الخشب بعيدا عن السطح للتقليل من فقدان الماء أي من التركيب التالية يشير إليه الرمز A في الشكل المقابل النقر الثغر المصدر المصب الشكل المقابل يشير إلى الأوعية والقصيبات والتركيب هي النقر أي مما يلي يعبر بصورة صحيحة عن التركيب المشار له بالرمز A في الشكل المقابل لاحظ أن الشكل هو خلايا البشرة الداخلية فهل سيكون الكامبيوم ينقسم موسميا ليعطي خشب جديد ولحاء جديد شريط كاسبر يمنع مرور الماء عبر الممر الخارج الخلوي شريط كاسبر ويتكون من مادة شمعية تسمى السوبرين أحسنتم هو الشريط كاسبر الذي يمنع مرور الماء عبر الممر الخارج الخلوي ما هي التكيفات التي تساعد النباتات التي تعيش في بيئات شديدة الجفاف على تقليل فقدان الماء عدد الثغور قليل واتساع الثغور صغير تخزن ثاني أكسيد الكربون نهارا وجود الثغور بأعداد كبيرة على السطح العلوي للورقة هذا سيعرضها لضوء الشمس المباشر وبالتالي ستفقد كمية كبيرة من الماء أو تفتح الثغور نهارا وتغلق ليلا للمحافظة على الماء أحسنتم الإجابة الصحيحة هي عدد الثغور قليل واتساعها صغير أي الطرق التالية تجذب بها أنسجة النقل في النباتات جزيئات الماء الخاصية الشعرية قوى الالتصاق الضغط الجذري قوى السالبة الناتجة من الناتح أحسنتم قوى التجاذب بين الأنسجة والأسطح القطبية هي قوى الالتصاق أي من العوامل المؤثرة على معدل النتح في النبات يشير إليه الشكل التالي حرارة الرياح الرطوبة الرطوبة الإضاءة ممتاز فعلا الإجابة هي الرطوبة ما هو النسيج؟ المتواجد داخل النبات الذي إذا فقد وظيفته لن يزداد سمك الجذع الخشبي النخاع أم البشرة القشرة أم الكامبيوم أحسنتم الإجابة هي الكامبيوم لأنه مسؤول عن الإنقسام وتكوين خشب جديد ولحاء جديد وبالتالي يسبب زيادة في سمك الجذع الخشبي ما هي الظاهرة التي تعطي تفسيرا دقيقا لقدرة النبات على رفع الماء إلى ارتفاعات عالية داخل نسيج الخشب ارتفاعات عالية هو النتح السالبة انتقال الماء بالأسموزية تكون الضغط الجذري ليلا ارتفاع الماء في الأنابيب الضيقة المسؤول عن رفع الماء إلى ارتفاعات شاهقة قد تتجاوز 100 متر هي قوى النتح السالبة اي الايونات التالية يؤدي تراكمها إلى فتح السغور تراكم ايونات البوتاسيوم خارج الخلايا الحارسة تراكم ايونات الكولور خارج الخلايا الحارسة تراكم ايونات الهايدروجين داخل الخلايا الحارسة تراكم ايونات البوتاسيوم داخل الخلايا الحارسة أحسنتم تراكم أيونات البوتاسيوم داخل الخلايا الحارسة ما التركيب الذي يواجه الماء أولا عندما ينتقل من التربة إلى النبات الخلية الوعائية الغربالية الغشاء الخلوي الشعيرات الجذرية وعاء الخاشب تركيب الذي يواجه الماء أولا أحسنتم هو الشعيرات الجذرية أي من العبارات يصب بشكل صحيح عملية الالتصاق جذب جزيئات الماء إلى جدران نسيج الخشب جذب جزيئات الماء إلى جزيئات الماء الأخرى في نسيج الخشب النقل النشط لجزيئات الماء إلى أنسيج اللحاء جذب جزيئات الماء لجزيئات الماء الأخرى في نسيج اللحاء عملية الالتصاق جذب جزيئات الماء إلى جدران نسيج الخشب في تجربة لانتقال الماء في الأنسجة النباتية تم وضع النبات في ماء به صبغة ملونة أي الأجزاء المرقمة سوف تتلون بالصبغة عند امتصاص الماء في البداية نبحث هنا على الخشب في الأوراق والساق والجزر لأنه المسؤول عن نقل الماء في الأوراق سيكون رقم واحد وفي الساق رقم أربعة ورقم ستة في الجزر إذن الإجابة الصحيحة هي أحسنتم واحد في الأوراق وأربعة في الساق وستة في الجزر ثانيا الأسئلة المقالية يوضح الشكل التالي تركيب الخشب في نباتات ذوات الفلقتين مستعينا به أجب عن الأسئلة التالية اذكر أهمية التركيب المشار له بالرمز A A يشير إلى النقر وهي ثقوب في اللجنين ينتقل من خلالها الماء من خلية إلى أخرى عبر الأوعية والقصيبات أكتب أسماء التركيب المشار لها بالرموز B و C في الشكل المقابل C هي الأوعية بينما B هي القصيبات ما أهمية موت خلايا الخشب المشار لها بالرمز C وتحلل أطرافها المتصلة بعد نطج الخشب أحسنتم تصبح ممرة للماء سؤال آخر يوضح الشكل التالي مسار النقل لمسافات قصيرة بين الخلايا النباتية مستعينا به أجب عن الأسئلة التالية أكتب اسم كل من الممرين X و Y في الشكل المقابل X و Y أحسنتم X هو الممر الخارج خلوي بينما Y هو الممر الخلوي الجماعي ما تأثير التركيب B على الممر المشار له بالرمز X في الشكل أحسنتم التركيب B هو شريط كاسبر وهو يغير مسار الماء من الممر الخارج خلوي إلى الممر الخلوي الجماعي سؤال آخر الشكل التالي يوضح آلية عمل الثغور في النبات مستعينا به أجب عن الأسئلة التالية أكتب دور مستقبلات الضوء في إحداث فرق في الشحنات الكهربائية على جانبي الغشاء الخلوي للخلية الحارسة أولاً يقوم مستقبلات الضوء بتحفيز الخلايا الحارسة على ضخ أينات الهايدروجين للخارج بالنقل النشط وذلك خلال النهار وعندما تتراكم أينات الهايدروجين بالخارج يصبح سيتوسول الخلية الحارسة أكثر سالبية مقارنة بالخارج وهذا يسبب خلل في التوازن الكهروكيميائي سؤال آخر الشكل التالي يوضح فرضية الشد والتماسك مستعيناً بالشكل أجب عن الأسئلة التالية اشرح آلية خروج الماء عبر الثغور في الخطوة المشار لها بالرمز A في الشكل المقابل يسخن الماء في الممر الخارج خلوي لخلايا النسيج المتوسط بواسطة أشعة الشمس ويتبخر على شكل بخار ماء ينتشر بخار الماء من خلال الثغور المفتوحة مع منحضر تركيزه من الأعلى إلى الأقل كيف تفسر انتقال الماء من نسيج الخشب إلى خلايا الأوراق ينتقل الماء من الخشب إلى خلايا الأوراق بالخصية الأسموزية لأن السيتوسول في خلايا الأوراق يحتوي على تركيز أعلى من المواد الزائبة اذكر أهمية التوتر السطحي على جزيئات الماء داخل جدر خلايا النسيج المتوسط أهمية التوتر السطحي على جزيئات الماء داخل جدر خلايا النسيج المتوسط يسبب التبخر المستمر تقوس الماء المتواجد على جدر خلايا النسيج المتوسط ويرتد الماء إلى الخلف يزداد التوتر السطحي ويسبب ضغط سلبي على جزيئات الماء داخل جدر خلايا النسيج المتوسط يسحب الضغط السلبي الماء من السيتوسول إلى الممر خارج الخلوي ولا ننسى أن الضغط السلبي ينتقل أيضا إلى الخشب لأن عمود الماء متصل وفي نهاية المراجعة نتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته